نتقل من هذه الفقرة ومن هذا التقرير إلى فقرة أخرى فقرة التثقيف الصحي بنتكلم عن العادات الصحية الغذائية اللي لازم نحن نعتمدها طبعا قبل أي مناسبة يعني أو بعد أي مناسبة مثل رمضان نحن يمكن شوي خربطنا تناولنا كميات كبيرة من الدهون السكريات ربما وكذلك في العيد اليوم نتعرف من خلال الدكتورة فاطمة الخروصية على كيف ممكن أن نحن نتبع نظام غذائي صحي لكن بالتدريج يعطيك صحة والعافية في البداية الله يعافيتي حبيبتي يا هلوية مرحبا بشكل عام وانتي في خير وانتي في صحة وسلامة طبعا معنا مشاهدينا خصائية التغذية السريرية الدكتورة فاطمة الخروصية بيتحدثنا أكثر عن كيف ممكن نحن نتبع نظام غذائي صحي بالتدريج بعيد عن الروتين اللي نحن تعودنا عليه دكتورة فاطمة في أرمضان وخلال فترة تلعيد كذلك صحيح حتى أنتي لو تلاحظين أن فترة رمضان كانت فترة الوجبة الأولى اللي ناخذها كانت فترة طويل بعد النهار طويل من الصيام فنفس الشيء بالنسبة للوجبات المفروض ناخذها بعد أرمضان بعد تكون بنفس الطريقة شبيهة فيها يعني تكون الساعات ما بين الوجبات تكون شوي بعيدة ما بين أربع ساعات لخمس ساعات لازم تكون وجبة سهلة الهضم ما تكون صعبة فيها جسومة تكون الوجبة مثلا فيها مغذيات أساسية مهمة مثل البروتين والنشويات والخضر والفاكهة هاي كلها لازم تكون محتواها على طبق صحي يعني غذائي ومفيد بالنسبة للأشخاص نفس الشيء بالنسبة للوجبات تكون وجبات خفيفة بينها الوجبات حتى لو أخذ أي شيء خفيف بتكون بعد سهلة الهضم ووجبات خفيفة تعتمد على خضروات ورقية خضراء مثلا مثل الصلاطات لأن تساعد على هضم الطعام في نفس الوقت أن تهيئ المعدل أن تشتغل على الطعام بطريقة سهلة ويهضم الطعام اللي سواء خذنا البروتين أو خذنا أي نوع من النشويات تكون كميات قليلة نعم وهذا اللي نحن بنصر تضوء عليه وهذه النقطة وهذا الجانب المهم بعد رمضان وبعد العيز نحن في رمضان دكتورة فاطمة تعودنا على نحن نتناول الوجبات في الفترة المسائية أول شيء عشان الفطور وبعدين السحور وتكون عندنا وجبتين رئيسيتين مثل ما ذكرت الفطور والسحور ولكن اليوم يعني بعد العيد وبعد رمضان نحاول قد ما نقدر نحن نقسم الوجبات مثل ما ذكرتي بالتدريج وجبات تكون متكاملة تكون خفيفة بكميات كذلك قليلة أبا ركز على الكمية يعني نحن في العيد ما شاء الله نتريه وجبة الغداء علشان نتيمعه وناكل وجبة دسمة فينو الصم يتناولون المالح المالح كذلك من الأسماك اللي تحتوي على كميات كبيرة من الملح وفيه كثير من الأشخاص أو البيئات يعتمدون بشكل كبير على اللحوم لحوم الحمراء كذلك لحوم الحمراء شوفي بالنسبة ليومنا بعد رمضان المفروض نبتدي فيه مثل ما بدينا في فترة الفطور نبتدي بتمره قبل صلاة العيد بتمره وماي أو تمره ولبن ونتريه إليه وجبة الريوق ونحاول وجبة الريوق شوي نأخرها وما تركز فيها على الحلويات أو النشويات لأن فيها نسبة دسمة عالية وفيها نشويات عالية ممكن أنا إذا فقدت وزن أيام رمضان ممكن أنا أزيده خلال هالكم من يوم اللي أنا لخبط فيه في نفس الوقت الوجبة لازم تحتوي على بروتين لكن الحصة من البروتين لازم تكون حصة مثلا نصف كف اليد من البروتين وفضل تكون من الأطعمة السهلة اللي أقصد فيها البروتين السهل مثل السميش أو الدياي نعم نبتعد عن اللحوم الحمراء لأن فيها نسبة دسمة عالية فممكن نتسبب لنا التلبك معوي وممكن تسبب لنا عصر هضم وفي نفس الوقت النشوية اللي بنأخذها ما نركز عن نشوية موجودة في الحلويات نركز عن نشوية موجودة في مثلا منخبوزات مثلا الخبز مثلا الرز أو العيش لكن تكون كمية صغيرة يعني حصة من الحصص وما تكون كذا حصة في اليوم أو في الوجبة الوحدة سواء كان رجال أو نساء بالنسبة للخضروات الفاكهة مثل ما قلت لك ما ننساها لأننا محتاجين فيتامينات محتاجين أطعمة ترويننا من الجفاف اللي صار لنا في شهر رمضان فلازم ندخل الفواكه وندخل الخضروات عشان تساعد على الهضم شهر رمضان المبارك وشهر رمضان الفضيل ربما يكون فرصة للعديد من الأشخاص بأنهم يساهمون في إنقاص الوزن ويعتمدون على أنظمة يمكن تعتمد على حساب السعرات الحرارية ولكن عند الكثير من الأشخاص كذلك للأسف يعني هذا شهر شهر الأكل ويعتمون اللي يبونه بدون ما يحسبون حتى السعرات الحرارية بدون ما يحسبون الكمية للأسف فهؤلاء الأشخاص بماذا تنصحينهم شو النظام الغذائي ممكن أن يتبعونه بعد طبعا رمضان وبعد العيد يمكنهم زادوا في الوزن شو النظام الصحيخ أن نقول اللي لازم يتبعونه عشان يعوضون أو ينقصون من السعرات الحرارية والوزن نحن تكلمنا أن نتدرج أو يشف الوجبات الثلاثة وجبات الرئيسية بينها الوجبات تكون وجبات خفيفة لكن لازم يكون السعرات الحرارية لناخذها سعرات تفي بالغرض يعني النساء أغير عن الرجال النساء يحتاجون تقريبا السعرات الحرارية ما بين 2000 سعر حراري إذا كانت أوزانهم مثلا ثابتة أو أوزانهم مثالية أما إذا كان يحتاجون أن نقصون أوزانهم بعد رمضان ممكن أن نقصون من 2000 إلى 1059 حراري طبعا مع متابعة الرياضة لأن 1059 حراري إذا خذوها النساء مثلا مع متابعة الرياضة ممكن تنقصهم كيلو واحد في الأسبوع يعني خلال الشهر ممكن ينقصون أربع كيلو من اللي هم زادوا في رمضان أما بالنسبة للرجال فهم ممكن يبتدون مثلا بالسعرات الحرارية 2059 حراري للرجال أكثر عن النساء وهذا إذا كانت أوزانهم مثالية أو أوزانهم ثابتة مش محتاجين أنهم ينزلون أوزانهم أما إذا كانوا محتاجين وزادت أوزانهم خلال شهر رمضان ينقصون لألفين سعر حراري وهذا الألفين سعر حراري مع متابعة رياضة يعني مفيدة يستفيدون منها في نفس الوقت أن هذا الألفين سعر حراري بتنقصهم تقريبا كيلو واحد في الأسبوع يعني أربع كيلو في الشهر الشيء الشخص روحه بيحاول أنه يقلل من وزنه بعد رمضان إذا اكتسبه نعم نحن نشوف على شاشة بعض الأطعمة ربما تكون هذه أطعمة سريعة ووجبات سريعة تحتوي على كميات كبيرة دكتورة ملدون والسعرات الحرارية وكذلك السكريات اللي بدورها ترفع نسبة السكر في الدم وارتفاع في ضغط الدم وغيرة من الأمراض الكثيرة المزمنة اللي ممكن أن تستمر مع الإنسان أو الشخص اللي يتبع مثل هذه الأنظمة صحيح شوفيه بالنسبة للوجبات السريعة تأثر على أي يعني كل الأشخاص اللي هم عندهم زيادة في الوزن واللي عندهم أصلا أمراض مزمنة مثل ما ذكرتي نعم يعني مرض السكر إذا كان عندهم سكر ممكن يرتفع عندهم والناس اللي عندهم كوليسترول أو الدهون الثلاثية مرتفعة ممكن بالوجبات هاي إذا رجعوا مرثا عليها بطريقة مفاجئة ممكن يرفع لهم حتى الكوليسترول بسرعة معدلات الضغط إذا الشخص عنده ضغط مثلا ممكن أنه عنده عدم انتظام في الضغط بسبب زيادة الوزن أما الأشخاص اللي مثلا نحن نقول ما كانوا مكتسبين أي نوع من الأوزان خلال شهر رمضان بيكتسبونا بهالوجبات خاصة إذا كانت حين أيام رمضان خلصناها وبعد العيد أيام عندنا تقريبا لمدة ثلاثة أيام سبب تلقين الإنسان عشان يستوعب أنه بعد رجع للحياة الطبيعية تلقين كل يوم يصير مطاعم كل يوم يأخذ الوجبات السريعة وأحيانا تلقين يوميا أنه لازم وجبة أو وجبتين هي الوجبة الوحدة ممكن تعادل 1500 سعر حرارة 2000 سعر حرارة خلال اليوم بس هم ما بيلتزم بوجبة وحدة سريعة بيلتزم وجبة من غير الوجبات الثانية من غير الحلويات ودائما أحنا ننصحهم أنه شوية يخففون منها الشخص ممكن يأخذها مثلا في طلعة وحدة بس ينتقي الأطعم اللي هي فيها نسبة سعرات حرية أقل بعيدة عن المقالي وبعيدة عن الدسومة العالية وإذا حب أنه مثلا يأخذ مرة كل أسبوعين مرة كل ثلاثة سابع ما في مشكلة بس بحيث أنه عارف أنه خلال هالثلاثة سابع وخلال هالأسبوعين نظم وقته في الوجبات الصحية وبعده ممكن يأخذ المثلا وجبة أما بشكل يومي هل صاير الحين سواء كان أطفال نساء أكبر وحتمدين على الوجبات السريعة وهم شي دكتورة فاطمة أنه نحن ما نفاجأ المعدة نحن متعودين خلال رمضان الأشخاص اللي كانوا يداومون الصباح يعني في كثير من الأشخاص ما شاء الله كانوا يداومون الفترة الصباحية ما كانوا يأكلون شيء صحيح لين وقت الأذان ووقت الفطور فهن الواضع تغير يوم تيء تداوم بعد العيد وبعد رمضان لابد أنك أنت تأكل وجبة متكاملا صحيح غني بالألياف ربما صحيح دكتورة غني بالألياف طبعا بتكون مثلا ممكن نستخدم فيها الشوفان نستخدم فيها مثلا أي نوع من الخبز الأسمر هذا يعني تساعد المعدة على أن نتهضم الطعام بشكل أفضل ندخل أي نوع من الصلاطات أو الخيار مثل الخيار مثل الخس ندخل حتى الأجمان السهلة نبتعد عن الأطعمة المقلية مثل البيض المقلي نحاول نأخذ نوع واحد من البروتين بحيث أنه ما يسبب لنا جفاف لأنه كثر استخدامنا بعد البروتين ممكن يسبب جفاف للجسم وفي نفس الوقت النوع النشويات اللي بنأخذها مثل ما تفضلت فيها ألياف لكن تكون نوع واحد ما يكون كذا نوع عشان أن تكون الكمية قليلة وسهلة الهضم نعم الإضطراب في النوم هذه الجملة لازم نحط عليها ثلاث خطوط حمل صحيح ونسبة الكافيين الموجودة في القهوة طبعاً طبعاً بس في أقبلة بالناس كانوا تعودين على القهوة أن يشربونها آخر يعني بعد الفطور يعني فترة الليل عشان تتلقين مثلاً أرقادهم تقطع فهذا سبب ويخليهم قلقين لأن نسبة الكافيين أصلاً في الجسم ترفع هرمونين الأدريناني والكورتيزول هالهرمونين خللهم دائماً عصبيين عندهم توتر قلق فالفترة اللي هم يشربون فيها القهوة كانت فترة مسائية فسببت لهم أرق حين تغير الوضع عليهم تعودوا على القهوة هذه أو ما تعودوا عليها لأن كانت نسبة كافيين مثلاً دخلت جسمها صحيح فالحين لازم هم يخففون منها إذا كان الشخص قبل كان يخففونه في شهر رمضان يحاول يمشي على نفس المعدل اللي كان ماشي عليه أما إذا كان ما أخذ كميات كبيرة يحاول يأخذ الكميات هاي فترة النهار أول النهار ويقلل منها ليل ما يوصل على فترة العصر بعد فترة العصر يفضل أنه يقطع تماماً أي مادة فيها كافيين سواء كان مشروبات غازية فيها كافيين أو مثل القهوة أو الشاي هاي كلها ممكن أنها تخلي الإنسان بعده مستمر على الأرق والتوتر ومثل ما قلت لك إذا كان الإنسان يأخذ فترة الليل ومنسبة كافيين عالية معناته ما بيرقد وإذا رقده مثلاً ممكن يرقد على أوقات متقطعة وإذا كان النوم غير كافي غير مستمر أو مثلاً مش متواصل ممكن يخلي الإنسان بالعقس يلجع لاستخدام الأطعمة فيها سكريات مثلاً العصاير السكرية البسكوتات لأنه بطبيعة الشخص إذا كان عنده قلق أو توتر بيلجأ للسكريات فبيسوي له مشكلتين مشكلة زيادة وزن وتخمة وسبب له أرق وعدم نوم فدائماً نصحهم أن يوقفون الكافيين إذا حاب أن يأخذونه يأخذون فترة النهار وتوقف عند فترة المساء يعني بعد الساعة 4 العصر ويبتد هنا الجسم يتهيأ حق النوم ويفضل أن يكون نومهم على الأقل يكون تقريباً ما بين 8 ساعات متواصلة عشان يحس الإنسان أنه فعلاً النوم مريح وما في أي نوع من التوتر أو القلق فيه هل هناك أطعمة مشروبات ربما دكتورة تساهم بشكل كبير في تحسين جودة النوم يعني على سبيل المثال المشروبات الدافئة مثل البابونة جريانسون هل هي مفيدة أو تفيد؟ طبعاً هاي تفيد عشان تحنا دائماً نفهم من فترة المساء نحاول نغير المشروبات نوع المشروبات اللي ناخذها تكون المشروبات المريحة مثل اليانسون مثل البابونج لأنها تسوي الاسترخاء مثل أي مشروبات دافئة بعيدة عن الشاي والقهوة أو المشروبات الغازية نفس الشيء بالنسبة ل مثلاً إذا كان الإنسان من نوع اللي دائماً مش متحرك يحاول أن يتحرك بحيث أنه ياخذ طاقة شوي في الفترة هاي للاسترخاء الشيء الثاني نخفف من نكثر وايد من السوائل اللي هي تساعد على أن استرخاء الجسم أو ما يصر فيه عند أي نوع من الجفاف والآلام اللي تسبب له خلال النوم نعم الجسم دكتورة فاطمة يفقد كميات كبيرة من السوائل خلال شهر رمضان صحيح كيف يتم تعويض الجسم بالماء نعوض عن طريق تقريباً كثر شبن السوائل خاصة الماء نكثر وايد من السوائل أكثر عن ثمان أو عشر كواب في اليوم يعني تقريباً بين لتر ونص إلى لترين لأشخاص غير رياضيين أشخاص رياضيين طبعاً تكون أكثر نخفف من الأطعمة اللي فيها قهوة وشاي الأطعمة مثل بروتينات في من الناس معتمدة على نظام غذائي بروتيني عالي ونظام الغذائي بروتيني عالي نفس طريقة الكافيين مدر للبور فيسبب لهم جفاف في الجسم وبالتالي يصير في الجسم أصلاً جفاف فنوعين من الأطعمة لازم نوقفها البروتينات إذا كانت كميات كبيرة ونوقف القهوة والشاي والأطعمة اللي فيها نسبة كافيين عالية ونأخذ الأطعمة اللي هي السهلة مثل الفواكه اللي فيها سوائل مثل البرتقال مثل الشمام مثل البطيخ هاي كلها والفراولة هاي كلها فيها اللي هي سوائل طبيعية وفيتامينات ومعادن طبيعية تريح الجسم نفس الشيء بالنسبة للخضروات مثل الخس والاخيار هاي فيها نسبة عالية من السوائل اللي هي بتعوضني عنها بالإضافة إلى السوائل الطبيعية من العصائر الطبيعية بس إذا الإنسان عند زيادة وزن أو عنده سكر مثلاً دائماً نقول له خفف من العصائر وخذ مثلاً الفاكه نفسها نعم جميل متكلم شوي كذلك عن النصائح النصائح اللي ممكن تقدمينها دكتورة لأشخاص اللي حاوبين أنهم ينزلون من وزنهم صحيح خلال هذه الفترة ويتعبدون على النظام الغذائي اللي كانوا متعودين عليه صحيح قبل رمضان وقبل العيد صحيح وفي الأعياد صحيح هل نحن نتجنب ونبتعد بشكل نهائي عن هذه الحلويات لا أما نحرم عمارنا نتناولها بكميات قليلة شوفي إذا الشخص من نوع اللي مثلاً مثل ما قتلت ما عنده أي مشاكل مثل السكري يشعر يرتفع عنده السكر مثلاً ممكن ياخذ لكن حط في بالي إذا أنا باخذ أي قطعة من الحلويات أو أي نوع من الحلويات أحط في بالي في الوجبة الرئيسية ألغي وجبة النشويات لأن الحلويات أغلبيتها مصنعة من السكريات ونشويات مثل الطحين طيب أنا خذيت كفايتي من الطحين أو الحلويات أو النشويات من الحلويات اللي خذيتها وكميات معتدلة لأنا ما حرمت نفسي لكن يوم أي على الوجبة الرئيسية اللي فيها العيش وفيها الخبز أحاول قد ما أقدر أقلل منها لأن أنا أسوي هنا توازن في استخدامي للنشويات لأن استخدام النشويات بترجعني مرة ثانية أن أنا أزيد وزني وأنا ما أحب بس مثلاً ممكن أنا أخذ قطعة من الحلويات أو نوع من البسكوتات اللي أنا أخذها وأي نوع من الأطعمة أو الحلويات المصنوعة من النشويات بس أحط في بالي الوجبة الرئيسية اللي فيها مثلاً أي نوع من النشويات ألغيها لأن أنا أخذت كفايتي في الوجبة الخفيفة اللي أخذتها من الحلويات بهذه الطريقة شوي شوي أدرج احاول انقص من الحلويات خلاص انا ما حرمت نفسي انقص من الكمية وازيد اذا انا عندي خبز مثلا في وجبة الغداء ممكن ااخذ كمية بسيطة في وجبة العشاء عندي اي نوع من الخبز بعد ممكن ااخذ كمية بسيطة احط في بالي ان انا قسمت هاي النشويات على خمس وجبات او اربع وجبات خفيفة وبعيدة على الكميات العالية ان انا ما اخذها من النشويات بشي أنا أضمن نفسي إن أنا ما حرمت نفسي من نشويات وخذت كفايتي من الأكل أبدا تكلم دكتورة فاطمة عن الحميات الغذائية وأنواعها المتعددة والكثيرة في الحقيقة نظام حمية حساب السعرات الحرارية هل هذا النظام يفيد يعني أناكل أي شيء ولكن على حسب السعر الحرارية اللي يحتاجها الجسم نفسه شوفي هو بيفيد طبعا لأنه أنت محدد خصائي التغذية حددت أنت السعرات الحرارية اللي تحتاجينها المثالي اللي بتحتاجتنا حق وزنك عشان يثبت لكن أنت تقولي أنا أبقى وزني ينزل نزل مثلا كيلو واحد في الأسبوع ممكن أني نزلت السعرات الحرارية من الاحتياجة أنت للألف وخمسين من الألف ومئتين بس ما معنات أن أنا أأخذ أي نوع ملح حلوية مثلا ما أركز على أكل معينة فيها نسبة دسومة عالية مقلية بس نقول هاي السعرات الحرارية مثلا ممكن أن نرتفع عندي الدهون ترتفع عندي الدهون الثلاثية والضارة فأنا أقسم السعرات الحرارية على نضاع على أطعمة غذائية مفيدة وممكن أن أأخذها من أكل البيت العادي بشرط أن أكل البيت العادي ما يكون فيه مقالي ما يكون فيه دسومة ما يكون فيه سكريات عالية لكن في حدود السعرات الحرارية اللي حدد ليها خصائي التغذية أما أن أنا أقول لها 1059 حراري خلاص أنا بأخذ وجب دسمي يومياً قيمتها 1059 حراري لا ممكن أنا ينزل الوزن أو يثبت الوزن لكن بيرفع لي دهون في الجسم أو شحون في الجسم صحيح فبالتالي انتقائي حتى لنوع الأكل لازم يكون انتقائي الصحيح ممكن يأكل من أكل البيت لكن شرط أنه ما يكون فيه مقالي بطريقة صحية وفيه المغذيات الأساسية المهمة اللي هي الخضروات والفاكهة والنشويات والبروتين ومنتجات الألبان أكيد يعطي الصحة والعافية الدكتورة فاطمة الخروصي أخصائية التغذية السريرية في الحقيقة سعداء بتواجهت معنا اليوم وانا أسعد الله شكرا لك حياة الله